السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحياتي لكل الإخوة الشرفة داخل الجزائر والإخوة اللي موجودين في الخارج تحياتي إلى كل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات حبيت باش ندير تعليق على السريح حول الإقالة انت عبدالغاني الهامل فيه من سألني وقال لي بالله هذا عبدالغاني الهامل هو متورط في هذه القضية انتعى الكوكاين وأيضا متورطين أفراد من الأسرة انتعوا بالإضافة إلى السائق هذك انتعوا بطبيعة الحال لما حاولت هو أنه أتعرف على الشخص هذا السائل لقيته هو ينتمي إلى تنظيم وهذا التنظيم راهو يعمل من أجل تبييض القيد صالح وراهو يعمل من أجل تغليل الرأي العام القيد صالح هذا راهو كان موجود في التسينات ويديهم لطخين بالدم مثله ومثل غيره خاصة أنه هو أنه راهو كان في القوات البرية ما كانش يعني راهو قال مثل إنسان راهو قال في الخارج وما لبلش أنا قال كان منحق عسكري في الخارج وبالتالي هو راهو كان بعيد الأحداث هذا راهو كان في القوات البرية بالتالي كان في صلة مباشرة بالأحداث كان يخضع للتعليمات نظار ونظار العماري وإلى غير ذلك بدون نظل دخل في التفاصيل ونتحدث عليه بحكم العلاقة نتاعه بهذه القضية نتاع الكوكاين حتى باش لا يتم تضليل نتاعكم سيما هو متورط في ملفات نتاع فساد من خلال ابنه ومن خلاله هو شخصيا لو كان جين في دولة نتاع مؤسسات لو كان راهو هو وراء القضبان ما راهوش هو يتحكم في إطارات وراه يتحكم في كوادر وراه يتحكم في رجال درسوا في مختلف الكلية العسكرية سواء في الداخل ولا في الخارج إذن هذه كبداية للتعليق نتاعي فيما يتعلق بهذه القضية قرأت في بعض التعليقات قال السيد هذا جيهوي كيفاش جيهوي؟ عبدالغاني الهامل هذا راهو هو من الغرب الجزائري وأنا من الشرق الجزائري لو كان جات راه المسألة تمشيها هكذا ونمشي مع القائد صالح ما نمشيش أنا مع هذا عبدالغاني الهامل لو كان جات المسألة راه تقاس بهذا المستوى تع الجيهوية ولو كان جات المسألة تقاس بالقضية انتاع المصالح أنا راه هذو المصالح انتاع الشرطة هما نفسهم راه كانوا هما في وقت من الأوقات وره هم الناس اللي يعرفون يمعرفة شخصية ويعرفوا المعارضة انتاعي للنظام نعرفهم بالأسماء وقادر نذكرهم بالأسماء سواء في برج الغدير ولا في الولايات تاع البرج وسواء قبل ما أنا نكون ماجتماع أحمد طلب الإبراهيمي ولا أثناء نشاط انتاعي مع أحمد طلب الإبراهيمي إلى غاية تشمع المقرات في الولايات تاع برج بغاريش فمن غير المنطق أنا هو أنه نساند هذا عبدالغاني الهامل على أساس أنه ما نشعر في أنا كذا أنا متحدث في هذه القضية من باب إحقاق الحق لأنه شفت بأنه هذه القضية ما راهيش تمشي في الإطار تاح الصحيح ذرك منطقي برج الإنسان يستخدم العقل انتاعه هذا الملف هذا انتاع الكوكايين قيل من أن الحراس انتاع السواهل هما اللي قبضوا لهذا الكمية من الكوكايين أليس كذلك منطقي هذا الحراس السواهل هما تابعين للجيش وبالتالي لمن يخضعوا يخضعوا للقيد صالح ولا يخضعوا للهامل ويا هل ترى بحكم هو أنه هذا الملف هو راهو تحت الويساية انتاع الجيش؟ هل ترى منطقي هو يخضع للسلطات العسكرية ولا للسلطات المدنية ولا للشرطة ولا إلى غاني ذلك؟ منطقيا برك هل ترى احنا رأنا في دولة انتاع قانون؟ هل ترى احنا رأنا في دولة انتاع حق؟ هل ترى من المنطقي انسان فاسد؟ هو يحكم على نفسه بالفساد؟ فهمونا يرحم باباكم شكو اللي راهو يحكم في البلاد؟ السلطات الأمنية؟ السلطات العسكرية؟ شكو اللي راهو يحكم؟ سعيد بوتفليقة مثلا؟ هل ترى رأي يحكم هو القايد صالح؟ هل ترى هذا القايد صالح رأي متخفي باسم السعيد بوتفليقة؟ ورأي متخفي باسم بوتفليقة؟ كلكم على بالكم باللي بوتفليقة رأيه مشلول ورأيه كما قلت لكم في تسجيلات مختلفة لو كان ما يخافوش فيه ربي والله العظيم يصر فيه اللي يصر وكاين بعض من الناس يسألوا يقولك كيف هاش هذا؟ هوا عبدالغان الهان من هذا رأي من المدينة انتاع تلمسان وهذا هو جماع انتاع تلمسان وجماع انتاع وجدا وجماع انتاع نضروا ما هم اللي رأي يحكموا قلنا لكم باللي بوتفليقة ما راهوش هو اللي يحكم ربما لما كان صحيح بحكم السلطات اللي عنده بحكم الصلاحيات اللي عنده بحكم العلاقات الدولية اللي عنده كان عنده تأثير على مجرى الاحداث ولو انه كان يتم الابتساس تاعه من طرف جهاز المخابرات اللي كان خاضع للتوفيق ولكن الان بوتفليقة راه منتهي وهذا سعيد بوتفليقة اذا كان راهو هو راهو هو في الرئاسة بحكم القرابة انتاعه مع اخوه ما راهوش وحده صحيح هو انه كان اجهزة اخرى راه تحكم ما راهوش غل القايد صالح وحده وهذي اللي ربما كثير من الناس ما مش فاهمينها القايد صالح مش وحده راههم كان ينذك هذا وذك الرئاسة راه عندهم الحرس الجمهوري وراها كان اجهزة واحد اخرى بالتالي السلطة ما راهيش في يد واحد وغيرك هما هذا القضية بحكم لك راه طاحت هي في يد المؤسسة انتاع الجيش بحكم صالحيات انتاع مؤسسة الجيش الميراف راه عندهم راه سار يدرك هو التغارب انتاع هذا المصالح بحكم الصلاحيات قل انا الصلاحيات انتاعي وراكم تعرفوا كما قلت لكم ما راه فى دول انتاع قانون بمعنى هذه القضية ذرك راه فى هى تعليمات ما راه ناش فى قضاء مستقل ما راه ناش فى دول انتاع قانون ودول انتاع حق ودول انتاع مؤسسات انا اطرح تساؤلات لما يطرح مثلا هذا الملف هذا انتاع الكوكايين الى الشرطة القضائية اللي هي تحت الويصاية انتاع عبدالغاني الهامل قالوا في وقت سابق باللي رهما نحاول صلاحيات هذه انتاع بعض السلطات اللي كانت تحت التوفيق وراهما رجعها لقيد صالح صح والله لا لا اذن ذرك انتاع لما تستعمل اي ملف انتاع ابتزاز في وقت انتاع التوفيق ضد مسؤولين وقال تتنحى هذه الصلاحيات للتوفيق وانا ما رانيش ندفع للتوفيق راني نحكي في واقاع وقدر اي انسان يخدم عقله لما انتا تنحى هذه الصلاحيات وتعطيها انت للقيد صالح وتصير هذه الصلاحيات هي تستخدم ضد مسؤولين وش هو الشي اللي بدلته وش هو الشي اللي غيرته في البلاد رحت عصابة جاءت عصابة واحد اخرى هذا ما كان هذا ذرك عبدالغاني اللي هامل هذا لما هو قام بهذه التصريحات في وسائل الاعلام اللي نقلتها وسائل الاعلام المختلفة وقال باللي راه فيه عملية اختراق وراه فيه تهديدات معنى ماذا؟ معنى ان القيد صالح هو اللي راه في الدخل يا هل ترى ذلك القيد صالح ذرك في الدخل هو مع سعيد بودفليقة وان لا تدخل بالمفرد انداعوا ولا مع الجماعة هذو اللي راه مضايرين به وراه يخدموا معاه والايام القادمة راه راح تزد تبضح بها كثير من الامور كيفيهش منطقيين برك هذا وزير العدل يقحم في هذا القضية انتاع الكوكايين كما ركم اسمعته في وسائل الاعلام المختلفة يقحم مجموعة من الاسماء اللي هي فيها قاضي التحقيق وفيها وكيل الجمهورية وفيها واسمه قوذات متورطين من خلال ملفات انتاع ابتزاز اللي عاثروا لها عند هذا المدعو كامل البوشي منطقيين برك شكون اللي يدير هو الاقالة يديرها الهامل ولا يديرها هذا وزير العدل لماذا لم يقل هذا وزير العدل واقالوا هذا عبدالغاني الهامل لانه هذا عبدالغاني الهامل حبب باش هو يواجه ويواجه بالملفات يواجه بالملفات بحكم هو انه هذا الجهاز انتاع الشرطة راه تحت التصرف انتاعه من خلال الصلاحيات اللي عنده من خلال الجهاز انتاع الشرطة راه عنده جماعة ثم في وهران قال حقوا انه في الموضوع ثم وراه عندهم ملفات كيف ما راه ودرك هذا القيد صالح قال ذكروا من خلال هذه الملفات انتاع الابتزاز او من خلال جهاز تاع المخابرات راه قال مثلا دخلوا هذا ولد الهامل ولا دخلوا مرته ولا جداه ولا عمته كما قلت لكم انا في التسجيلات السابقة في المقابل هذا الجهاز انتاع الشرطة راه ايضا عندهم مثلا صالحيات وعندهم ايضا راه عندهم ناس في الشرطة اللي راه يقوموا بالتحقيقات وراه مقادر انهم يدرجوا هذا ولد القيد صالح ويدرجوا ولد طرطاق ويدرجوا ولد التوفيق ويدرجوا معنى بليشان اشكون ولد ساعد بوتفليقة وإلى غير ذلك فهذا ذرك هذا عبدالغاني الهامل لما قال لهم هذه العبارة اللي قلناها في وقت سابق في التسجيلات راه موجودة راه من شرع للصفحة انتاعي الايادي النظيفة هي اللي تحارب الفساد مش انسان فاسد يحارب الفساد بمعنى واش هو قال لهم باللي يا انتوما يا الناس اللي راكم حبيت انتوما تلوثوا الصمع انتاعي والشهر انتاعي والعائل انتاعي ما راكمش انضاف عليا انا راني اشرف منكم هذا هي المعنى ومن خلال الكلام اللي قالوا راه عنده ملفات قادر يمد هالعدالة قادر هو بحكم الصلاحية اللي عنده وبحكم الجهاز هذا انتاع الشرطة اللي راه عنده علاقات في اطار هذا التنسيق الامني مع دول اجنبية بما فيها اسبانيا فرنسا ايطاليا الى غير ذلك قادر هو من خلال نظير تاعه في اسبانيا قالوا ادي هاي القضية هاي القضية كش ما تفيدني معلومات راه مدرك هم الشرطة في اسبانيا راه عندهم معلومات راه قبل ما خرجت الباخرة هذيك من اسبانيا راه عندهم معلومات كافية في الموضوع قال هانا وش حكمنا هاو الوزن الحقيقي انتاع هذي الكوكايين هاي الاجهزة اللي حكمناها اذا كان ذلك مثلا هذيك الاجهزة وهذيك الميلفات راه هذوك هي عند حرة السواعل وقال الشرطة ما علي بلاش بالموضوع راه قال مثلا لحقاته هو صور لحقاته عينة من هذي الكمية انتاع الكوكايين هذي اللي حكموها ولو من خلال الصور ولو من خلال قال كذا وقال هام الاسماء هام الاشخاص اللي حكموهم هام صور تاعهم هاو اليكيباش انتاع الاخر كذا هاي جات هاي الفواطير راه عنده ميلف الثاني ايضا هو حول القضية هذي بالتاني ذرك هو لما تم التهديد انتاعه هو اش بد الميلف قال انا هاو في المقابل الناس اخرين رضخوا قال هذا وزير العدل وناس اخرين الله قال اودي اعفونا يا رحم باباكم هو حب يواجه بهذه الميلفات والميلفات اللي قادر اعطاء يعني كما نقول تمس شخصيات كبيرة من بينها القديد صالح ومن بينها طرطاق ومن بينها ناس اخرين بالتالي هما سيرعوا للاقالة سيرعوا للاقالة ورحم ذرك يخدموا مع السعيد بوتفليقة ورحم متفاهمين رحم هما مستعملين ذرك هذه هذي الانسان اللي راه يفكر لي ذرك بلي بوتفليقة هو اللي راه يحكم راني قلت ايكم في تسجيلات مختلفة هذا راه الراس ما عندوش راه هو حمار متكسل في رأسك ربما راكم تشوفوا مرة على مرة كي الناس هكذا سواء نساء ولا رجال ولا كذا يتحدثوا ما وقال راه هذي الحين كانت عبوتفليقة هذو كامل محكوم من وذنهم عندهم ملفات بتيزاس الى مرة راه مديرين ملف انت فساد اخلاقي مثل ما راه مديرين للفيديو هذك اللي نشرها حول رئيس البلدية وانت عرص الماء وانت راه راجل ذكر كيف نفس الشي راه محاكمين في ملفات فساد وانت كذا بالتالي هم حاكمين من وذنهم هذو كل راه ممشيوا وفق التعليمات قال اه وتكلم ولا حتى ما يقول لش قال غير يش رلوبر يبدأ هو يضرب في المديح ويضرب في الزرنة ويضرب كذا حتى يشتفهم القضية اذا هذا بوتفليقة ما رأه هو اللي يحكم وهذا خوه رأه تحت الابتزاز خطر علاء قادرين ذرك هما عندهم القوة الرابعة ولم يكونوا متفاهمين مع بعضهم خطر قلت لكم انا ذرك هذا الانسان هو اللي يقدم وراه يحوس الحكم مشي غير هكذا كبر قادرين عن القطاعات العسكرية الجهاز عن المخابرات البنوك الموانئ الاعلام مؤسسات الاعلامية تليفيزيون الرسمي والاذاعة وبعض الجرائد هكذا وكذا وحتى هذوك العملاء اللي رأهم يخدمون معهم في اطار قال واشي هذه قناة مستقلة وهذه صحيفة مستقلة وكذا رأهم يخدمون معهم تحت الابتزاز بالتالي هما ذرك لما يكونون متحكمين من المفاصل انت الدولة من خلال الموانئ والبنوك والاعلام والمال وكذا 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 قادرين هما يديرو وش حبو ذرك هذا بحكم انه رأه كان جنيرال هذا رأه مش انسان سهل وكين بعض من الناس يقول كيف هذا اطلاع وعش جنيرال يعني انت تحير في هذا عبدالغاني الهامل كيف صار جنيرال مع انه عنده شهادات جامعية عنده شهادات جامعية ورأه يتقن على الاقل زجل لغات على الاقل رأه يتقن زجل لغات هذه تحير فيها وما تحير في القيصال اللي ما عنده حتى شهادة الابتدائية هذه تحير فيها اذن الاخو والاخوات قضية وما فيها هي كما قبل قبل انتخابة رئاسية قادر هذا عبدالغاني الهامل غدوة هو انه يطلع اصحابه والله الناس اللي راه مقراب ليه قادر هو يعود يخرج ما ركش في دول انت قانون ما ركش في دول انت مؤسسات ركش في دول اللي راه يتحكم هالقوة وراه يحكم هالمال القذر ما زال ما لحقناش لهذاك المستوى تع المنافسة وانتع الصالحية انتع كل مؤسسات راه عندها صالحية وراه تطبق فيها ركش متشوف هام جابوا هذاك ماجر ويلا وثمثم سرحوه يلا واحد مع لبال ولا شحال اعطاه ولو شحال كذا يلا جيب كذا ودي جابوا ناس قبل ود وإلى غير ذلك ناس راه تضرب مدفع عقارات وراه تخذ في المليارات وفي كذا وناس قاعدين لك ما اعرف انا قلت لكم قضية تصفية حسابات وقضية الانتخابات الرئاسية مرتبطة بالانتخابات الرئاسية هام ذرك راه مريك كبيرا وهذا المدعو وهذا الهبيري هذا وراكم شفته انسان هارم انسان يعني يدعو للشفقة قادر في اي لحظة قالها وراه اخضاع العملية الجراحية وراه في حكم الماضي ويعودو هما يجيبوا واحد اخر يحطوه ثم في المكان لو كان جابوا انسان قال مثلا راه انسان جامعي حتى شفته حتى في التعليقات هذي فروب ربطاجة اللي ديره ما يقول حتى وهم مولود والله وش من شهادات طول قال لك واشي هذا راه مجهد وهذا راه اسكري وراه 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 على جلب شهما يعطيه صورة لو كان مثلا جابوا انسان في بلاست هذا انت الهامل قال انسان موش متورط في الفساد وجابوا واحد من هذه الاطارات الشابة اللي هما متكونين في الشرطة مكيش الناس اللي راه دكتورة مكانش وناس اللي تكونوا هما في الشرطة التكوين يعني في حقيقي في هذا القطاع هذا انت الشرطة مكانش يجيبو لك واحد عسكري عسكري سابق اذن الاخو والاخوات هذه المسألة هذه انت عبدالغاني الهامل هذي هو حب على جلب شهو يواجه هذا الناس اللي حب يبتزوه وحب هما يشوهوه وحب هما يهدوه واجههم بملفات قادرين يدركهما من خلال هذه الصلاحية اللي عندهم ومن خلال التعليمات اللي راه يخضعوا لها هذي الناس اللي راه متحدهم قال نحي نحي واحد من القضية هذه خلاص قال هذه ما عندها حتى علاقة بالكوكايين وفي المقابل ادرج واحد اخر قال راه محكم واحد وكذا 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 في اطار قال تحقيق تحقيق لما تكون جهة مستقلة ما يخضعها للمؤسسة التعالجيش ولا المؤسسة التعالشرطة عدالة صح مستقلة في ذلك النهار نقدر نعرف الحقيقة اما وحنا راني نشوف فيها هان احنا عشية ذكرا تاغتي البوذييف وراها ورا من الناس اللي قتلوا بوذييف وراها من الناس اللي قتلوا بوذييف حصلوها في بو معرفي وراكم تعرفوا البقية وملفات كثيرة وراه الملف انتا اغتيال حشاني وراه الملف انتا اغتيال بوسليماني وراه الملف انتا اغتيال قصد مرباح وراه الملف انتا اغتيال معطبل والناس وراه ملف انتا اغتيال كثير من الشخصيات السياسية والامنية وراكم تعرفوا التفاصيل اذن نحن نبعد على دولة القانون مايجيش واحد اناذوق يستعمل هذا الميل في هذا من اجل توجيه الرأي العام حول قضية معينة جزائر ما زال ما تبنتش فيها دولة الحق والقانون ما زالت ما تبنتش فيها دولة المؤسسات نهار نبنيو الدولة نتاع المؤسسات والدولة نتاع الحق والقانون في ذاك النهار كل واحد يدي الحق نتاعوه اما هو انه يكلفوا ناس عن طريق الفيسبوك وعن طريق اليوتيوب ويعطوا لهم هكذا بعض التسريبات هكذا ويصيروا يوظفوا فيها ضد جهة هذه ما تمشيش هذه سيا ماذك وحنا رناعشية الذكرى هذه انتاع الاستقلال راكم تعرفوا دائما في هذه الذكرى يتم الازاحة انتاع ناس ضباط في الاربعينات من العمر انتاعهم وخليوا قعد القيد صالح اللي راه ودرك هو فيت السبعينات وخلي يقعد هذا الهبيري وخلي يقعد بوتفليقة اللي راه ودرك هو على الكرسي المتعرك فيما الشباب يخرج ويهجر على القوارب التاع الموت ما نحاوسه للحقيقة ونحاوسه للعادالة ما نحاوسه انه واحد يوقف معه الهامل ضد القيد صالح ووالله يوقف معه القيد صالح ضد الهامل ووالله شخصية اخرى نحاوسه نوقفه الى جنب الحق والى جنب الحقيقة هذه كلمتي باختصار ان اصبت فمن الله وان اخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته